مواصلة لعملية انتقال السلطة في أجواء ديمقراطية ووفقا للقانون جرت اليوم في ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام بين وزارتين الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية مراسم التسليم والاستلام تمت بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد لحويج ووزير الاقتصاد السابق مونير عصر كما تسلم وزير الصناعة والمعادن أحمد علي مهام الوزارة من نظيره في الحكومة الليبية السنوس صالح وتضمنت عملية التسليم والاستلام محاضر جرد الأصول الثابتة والمنقولة إضافة إلى الخزائن والمخازن والملفات الإدارية والمالية وجملة الارتباطات وزير حكومة الوحدة الوطنية ثمن دورهتين الوزارتين طيلة عملهما خلال المدة الماضية وما حققته من إنجازات لصالح المواطن وتقديم الخدمات له وعقب إتمام التسليم والاستلام التقى رئيس الحكومة السابق عبدالله ثني في مكتبه بوزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية مهنئا الوزيرين بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة من مجلس النواب وتقلدهما هذين المنصبين الحيويين معربا عن أمله في أن يكون دافعا لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد مراسم التسليم والاستلام شهدت حضور عدد من المسؤولين بدوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وعدد من المسؤولين بكلا الوزارتين